البداية ستكون معك سيد فرحات شابخ لامين العامل الاتحادية الوطنية العلمية التربية القرار اليوم رسمياً إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي يمكن القول أنها نهائياً ولن تعود مجدداً هذا القرار هل سيصب في مصلحة التلاميذ أولاً؟ طبعاً أولاً نحن قد نقول لك بأنه كان قرار شجع من وزير التربية الوطنية وهذا كان مطلب حلاكاً بيداغوجياً نحن دائماً نحاول نسعى لكي نعطي الفعل البيداغوجي القيمته معناها الأستاذ هو المسؤول ليس قرارات إدارية الأستاذ المسؤول هو الإدار هي حقاً كان البعض رح يقول لنا وكان البعض يديروا محبات ولكن بالوقت أنا متأكد بريد دخله في طريق أولاً هذه الأولى ثانياً مصارف كبيرة كبيرة وكبيرة جداً لتصرفها الدولة الجزائرية لازم نعرف بين الدولة الجزائرية من تحضيرات تقريباً شهوروا ما يحضروا قبل الامتحانات تقريباً زملاء أن تنقل دولة دولة الامتحانات نغلقوا عليهم ما يشوفوا عائلتهم كان لي ماتوا له كان لي مرضوا له العائلة ما يقدروا يشوفها يطبع كبيرك مصارف كبيرة طبعاً 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 طعاً الطعويدات لماذا قاعد هذه وهي النتائج راي تقريباً تتعروح بين خمسة وستعين ومائة بالمائة في أغلبية المؤسسات من الشمالية للجنوب لماذا هذا التبادير كله أنا نظن هذه المبالغ فيما كانت صرفها على قن وزوع المؤسسة التربوية على قن ندير الترميمات الصحة وحين نعرفه في المدة الأخيرة منذ خمسة ست سنوات طبعاً وهذا منطقية الأزماء لآخره نقصنا تقريباً الميزانية للمؤسسة نستعملها زيادة على ذلك أنا نظن قادرين حين هذا نقدر نديره على مستوى المقاطعة الداخلي بدون أي مصاريف تلاميذ نحلم للسترس الأسدداء والمودين للسترس نهار كامل ويعيسوا لو كانت تروح لي ورقة لو كانت تخرج لي ورقة إلى آخره معناها تقريباً كلهم منهاري والمتحانات عم القطاع التربية كلهم في السرسي السياسي بلاد أنا نظن هذا خطوة الأولى وين هي في رأيي؟ نتمنى نتمنى في المستقبل القريب نفس الشيء نحوش هذا التعليم المتوسط ينتقلوه بالمعدل ودي رأي مجد في البيس كونديناب حتى الباكالوريا رأي بالمعدل تقريباً منهاري يولي التقييم الحقيقي وإحنا قادرين نبرمجه على مستوى مدرية التربية أو على مستوى المقاطعات التفتيشية أنا نظن من القرار الصعيب وهذا كان من النقطة التمنى من مطالبنا منذ مدى مع وزير التربية حتى في اللقاء الأخير اللي تطرمناه هي من المطالب البيداغوزية قلنا لماذا امتحان شكلي باعتبار أغلبية بين 95 و100% أنا نظن نشكره وزير التربية نشكره كاد يكونك الوزير له ورأي زموري خطر هذا حتكم باستشارة باعتبار الامتحانات الوطنية الآن ليست امتحانة وزارة التربية الوطنية امتحانة الدولة الجزائرية وممكن نقدرون نشكره كذلك دول جزائرية أن توفرهم مبالغ كبيرة وجو عدة وزارة من الدول المجاورة وشوفوا الامتحانات خلعوا قلنا نظن قرار صائب لوزير التربية الوطنية بارك الله فيه جميل سيدة جميلة خيار تقريبا نفس السؤال وزير التربية إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي جاء بعد دراسة انشغالات المختصين في الشأن وأيضا أولياء التلاميذ هل ترينا بأنه قرار صائب وسيخدم مصلحة القطاع بشكل عام أكيد أكيد سيخدم مصلحة العامة وسيخدم المجتمع وسيخدم على المستوى على المستوى الاقتصادي على المستوى الوقت على المستوى خطر ما تخفلكش باللي هذا الامتحان أو انتهاء السطرة الأولى الانتدائية رحوا يعني مصارف كبار كما قال فرحات ونحييه وراح تجنيد كبير فيما يخص في الأمن وفي الأموال يعني حتى المويا يعني كل الجزائر تجند من أجل هذا كل نهار تعلامتحان وإحنا شفنا باللي نتيجة 99% كل يفوتوا دونك يعني كانوا مصارف حقا مصارف كما يقولوا باللغة الفرنسية يعني سيد الأرجان جتي بغلاكونات دونك إحنا كفيديراليا أو كشركاء اجتماعيين كنا دائما نطلبوا بها والحمد لله اليوم نحيي وزير الطربي على القرار السجاع اللي تاخده نحيي حتى الدولة الجزائرية لأن هذا قرار سياسي إذن سيعمل قدروا غير نسم منه ونقول له مبروك على أولادنا لأن اليوم عرفنا باللي يعني الدولة استجبت بسع الشركاء الاجتماعيين ووزير الطربيات تبق وهذا قرار السجاع وإحنا نحييه ونحيي كل الشعب الزائري أكيد أن الأولياء حير خاصة مع هذا الوباء يعني يخلى أولادنا مطاردين متخوفين يعني دائما نعايشين بالرعبة اليوم الحمد لله هذك المصارف نجهز بهم المؤسسات أخرى يعني نستعملهم للسائدة أخرى ونحيي من هذا المنبر القرار السجاع لوزير الطربي شكرا جزيلا لك سيدة جميلة خيار كنت معي عبر الهاتف نعود إلى السيد فرحات شابخ طبيعة الحل ربما هذه المرحلة أو السنتين الأخيرتين جاءت مرحلة صعبة بالنسبة للجزائر من جانب الاقتصادي وأيضا من جانب تنظيمي لهذه المسابقات أو الابتحانات الرسمية الابتدائي كورونا أموال ومصاريف زائدة بالنسبة لهذه الامتحانات من أجل التحضير لها اليوم ربما كل هذا لن يكون لكن في نقطة مهمة أنه سيبرمج أو سيعيد برمجة امتحانات الفصل الثالث بالنسبة للمرحلة الابتدائية وهذا ربما سيكون شيء عادي بالنسبة لتلاميذ لأنه بعوض الامتحان سيكون هناك امتحانات عادية لا يا في الحق غستيبي لا لازم تعرف بأن عادة لماذا يعد البرمجة لأن وزارة التربية الوطنية تبرمد شهادة الامتحان تعالى السنة الخامسة وتعطي الوقت الكافي لأساتدة للتصحيح للأمانة إلى آخره وكانت تسبق الامتحان الآن أنا مأكد بأن وزارة التربية الوطنية ستؤخر الاجتباع وكذلك تلاميذ يقدروا يدرسوا في أرياحية أنا نقول فقط هذا القرار لم يفرح فقط التلاميذ سيفرح أساتدة عمال قطعة التربية مديرين كل الماء بما فيها نقدر نقول لك الأسلاك الأمنية مساكن الباك يروحون على الربعة عصباح يكونوا في المؤسس باش يجيبوا المواضيع لازم العشية مهما تكون الظروف مهما تكون الدين وخاصة الآن في الجائحة نظن سيعطي أرياحية أكتر طبعا وزارة التربية الوطنية ستبرمج عادة على الباكسي بيلا لازم تعرف بعد الامتحانات تقريبا 21 يوم المؤدرس بالدليل الغلبية فارغين طحي كان تلاميذ واحد يجيه الأوساد واحد لماذا؟ لأن سديدة كين الجزء منهم يخدموا في الأمانة الامتحان تالسنة الخامسة وكين الجزء منهم يصحوا المديرين كين يراموا رؤسة مراكز كين يراموا يشاركوا معناها الآن راح الآن كل أولا المؤسسة الطربوية الابتدائية راح ترتاح أنا أقولك أننا نتمنى كذلك زيد فيه في المستقبل القريب طبعا بالتنظيم بإعادة النظر كذلك المناهج والبرامج طيب هذه النقطة المهمة التي أريد الحديث عنها ربما لما نرغي واليوم امتحان رسمي لو هو شهد سنكيام وكنتم أيضا طالبتم بإمتحان رسمي المتعلق بالنهاية الطورة المتوسط ولمانا مثل ما تحدث هل هذا ربما سيؤثر على الجانب البداغوجي؟ لأنه اليوم نريد تحسين نوعية الدراسة في الجزائر أنا أظن راح ينقص السترس الأولية وينقصوا هذه الدروس الإضافية أنتع إلى آخره يقول لي وخلاص الآن معنوش هذك السترس هذك الحاجز اللي يخايفين منه لأن الأستاذ تحهم يعرفوه المعلم وأنا نقول لك كل أولية كل إدارة كل مفتشين يعرفوا الأستاذ النازي والأستاذ أنا نقول لك ما كاش الأغلبية الساحقة تسعة و سعين فترة نوزهال أستيدة المديرين يخدموا الآن راح يرتاحوا أنا نظن راح يريح وأنا نقول لك أنا نخمع الطابقة الفقيرة طابقة المعوزة اللي مساكن أولادهم ما يقدرش يدروا دروس إضافية ما يقدرش يدروا راح يريح تقريبا تسواسية تقريبا كلهم في نفس المستوى أنا نظن الآن على الأستاذ والمعلمين باش يركزوا المعلومات الآن ما بقالوا مش للسراسي خاف المتحان وقت يجي لآخره أنا نظن هذا في انتظار يعادة نظر احنا طلبناها كذلك احنا زم يعرف ممكن وخاصة عمال كتعة تربية والشعب جزيري احنا كان عقابة كاتحادية وطنية لعمال تربية كانوا عندنا مطالب اجتماعية ومطالب بيداغوجية هذه داخلها ضمن المطالب بيداغوجية خطر بزاف ناس يقول كم يحوزوا غير درهم لا 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 نحوزوا دوره في العمل نحوزوا المناهج والبرامج لازم يعط نظر فيها الآن نظن وزير التربية الوطنية طمننا وظن مؤخرا نصب لوجنا الوطنية تحتها البرامج قلنا لازم إعادة شكيلة تحتها لأن قبل كنتمشي بوحتة وجهة لم يمشيش مع البلاد إلى آخير أنا نظن هذه كل الإصلاحات اللي وعدنا بها وزير التربية الوطنية ونقول لك أنا بالمناسبة أنا عندي شجعة نهارا ننتقد نقول له ولكن نهارا تكون حاجة مليحة نقول له برك الله فيه لهذا القرار حقيقة كان قرار وعدنا به بأن كل المشاكل في اللقاءات التنائية اللي درناها قلنا كل مشاكل على المستوى على المستوى قطاع التربية الوطنية سأتكفل بها وبقية المشاكل اللي تطرحوها تدخل فيها قطعات أخرى قال لك أنا سأكون المدافع الأول تأكم مع الحكومة باعتبار وعضف الحكومة سي شبخ ربما في نقطة مهمة أريد أن نتحدث عليها خاصة في إكرونولوجيا نهاية الطر الإبتدائي صح التعبير كان فيه امتحان السيزيام هكذا السنة السادسة في الأول بعدين تقلصت إلى خمس سنوات والآن منعدمة أي امتحان عادي هل يمكن القول أن كل هذه التغييرات المتغيرات سيؤثر على الجانب البيداغوجي لا سيحسن الجانب البيداغوجي أنا نرى فيه سيحسن لماذا لما نتحدث عنه في امتحان مصيري نهاية السنة هكذا تعادنا يعمل ابتدائية في امتحان مصيري نهاية السنة ربما الكل يعمل من أجل ذلك الامتحان اليوم لما يكون امتحانات عادية ربما تلميذ يوم الامتحان يلحق متأخر وما يدخلش وما عندش حقي ينتقل اش حال من تلميذ كما يقولوا يوم قبله ولا يموت الوحمن عائلة تعالو يروح في ظروف سي الآن احنا في الباكالوريا وشهو صرنا طالبين في الباكالوريا روح أبعد لأنه باعتبار هو الامتحان يخل احنا طلبنا نستعمل البطاقة التركيبية لا فيدسنا لا أنا في بعض الحيان تلميذ تلقاها ممتازة سيبيلين ونهار الامتحان يرتبك يخاف صار له حاجة تلقاها ما يجيبش الباكالوريا وما يقدش يروح الجامعة ولكن نهار تكون لامتحان تدرسوا المصار الأسات إذا نشوفوا النقاط تلميذ تلقاها عنده 6-17 ونهار الباك يجيب خمسة لذلك احنا طالبين باعتبار شهدت متاني متوسط لحد الآن مجدد لفيتسانتاز نحن طالبين كذلك في إطار إصلاح الباكالوريا نهار الباكالوريا لأنه أكثر بكثير بالسنة الخامسة ونقولنا لازم نستعمل لفيتسانتاز ما معنا لفيتسانتاز معنا نبدأ نقيمه تلميذ من سنة الثانية تناوي نبدأ نقيمه فيه سنة الثالثة المصار ونحسبه ونحسبه مع الباكالوريا كما رأي الآن موجودة مع شهدت علم متوسط أنا نظن الدول المتقدمة سي بلال الدول المتقدمة السنة الماضية في فرنسا الباكالوريا جوزوها في دارهم بار انترنت معناها ما نزمش نحطوا التركيز بزاف على المتحان ولدنا خلاص تقريب يتقلقوا وكان بزاف يصرالون بزاف أمور كي لا رحوا حتى الانتحار لأنا شاب رحوا ما ينجحش أنا نظن هو اللي رح يقيم أنا نظن رح يعمل كمان سؤال الأخير فقط الإصلاحات البيداغوجية لما تحدث على الإصلاحات البيداغوجية اليوم مطالب بربما إلغاء امتحان شهاد التعليم الابتدائي وهذا ما تحقق وعلى لسان وزير التربية مطالب أيضا ربما في إعادة النظر في امتحان شهاد التعليم المتوسط أيضا ربما لما لا إلغاءها لكن كل هذا هل هذا يصف لإصلاحات البيداغوجية لأنه من أجل صناعة جيل متميز وذكي ربما يجب أن تكون هكذا امتحانات ربما مصيرية من أجل أخذ العينة الصحيحة من أجل بناء مستقبل للجزائر فالحقيقة لإصلاحات البيداغوجية ليس فقط الامتحانات احنا تكلمنا على الحجم السعي تخفض الحجم السعي لكل مستويات على قلب بعض التلاميذ ممتازين ويعدزوا الأساتذة على طال الوقت تكلمنا كذلك يعطي نظرة في المناهز والبرامج نتكلم بما فيه الابتدائي بعض الدروس حتى الأولياء وإحنا رأينا أولياء الحمد وإحنا في طربية نقدروا بعض الأولياء ولو ما يقدروا يتابع أولادهم قلنا مبسطوا مبسطوا للتلاميذ أنا نظر كما هادرت مقبل نحاو السيزيام منساش عمل لجنال فيداغوجية قلنا السعي القضاعين على ممتل نظام دوامين تعالى اكتضاد تكلمنا على استحدات ديوان وطن الخانمات المدرسية معناها إصلاحات شاملة ووزير التربية نقولها الآن وعدنا بأنه سيتكفل بها ونظن هذه هي سبيلان هذه الجزائر جاء ما بقاش نبقى القدم الآن زيادة على ذلك رئيسة الجمهورية يفتح مدرساتين للرياضيات على مستوى معناها الآن لأننا نعطيك ميتان نحن التلمية تعالى نرحو المدرسات المدرسة الرياضيات هل تعلم بأنه عندهم نفس البرنامج كما بقيت الأقسام وهذا غير منطقي هل تعلم بأنه ما عندهم شيء امكانيات حقيقية منفرود لهذا المؤسس وكال المخاخ بزاف وكذلك أنا في رأيي لازم نعمها على المناطق الأربعة في الجزائر هنا موجودة في الشرق في الغرف الجنوبي إلى أخيره ويعطي الإمكانيات أنا كنت نتمنى ونظن رئيس الجمهورية ممكن معادل البرنامج رأيي يوصل نحن تقول هذا الهندام الذي يعطيه القيمة الحقيقية في اللقاءات إلى أخيره نحن تقول الأوردناتور نحن تريتعه نحن تريد الإمكانيات لماذا لأنه جزائر الآن لازم نستمار كما رأي في جميع البلدان بلدان ما عندهم لإمكانيات ما عندهم لا بيتر ولا غاز ولكن من العلم طلعوا أنا أظن لازم نحقول هذا شيء شكرا جزيلا لك سيد فرحات شابخ لامين العام للتحدي الوطني العمال التربية كنت ضيفية اليوم في هذا الملف شكرا جزيلا لك وبوشرة خير للتلاميذ للمرحلة الإبدائية قرار رسمي أنا لنشكر أعطي فرصة على الأقل أن نخاطرهم لك وخصة الأولية التلاميذ شكرا جزيلا لك سيد فرحات شابخ شكرا جزيلا لك تابعينا الكرام